أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أهمية دور وزارات ومؤسسات الثقافة في الوطن العربي في الاهتمام باللغة العربية وخلق مصادر معرفية وثقافية إسلامية قادرة على جذب الشباب والأطفال جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر لرئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبو ظبي محمد خليفة المبارك والذي نقل تحيات الشيخ محمد بن زيد النهيان وتقدير دولة الإمارات لما يقوم به من جهود في نشر سماحة الإسلام والوسطية والتعايش